التغلب على مخاوفك سبنا من الانتقاد للناس الآخرين ونقضى للناس الآخرين وهذا ثمن قاسي وغالي الكثير بيتفعوا فأوقات الخوف مواجهة خوفنا سبق وتكلمتي حلقات ماضية عن الخوف وقلت فير لبالانجليزي الخوف برهان كاذب يبدو لنا ويظهر على أنه حقيقة فالفرق بين الشجعان والجبناء ليس في غياب الخوف كلاهما يخاف ولكن الجبان خوف بيمنع ويحد ويدفع للخلف ولكن الشجاع خوفوا بيحفزوا ويدفعوا للأمام إذن استشعر الخوف وأقدم على أي حال ما في بأس من أنك أنت تخاف جاك كان فيلد بيقول انظر إلى منطقة ارتياحك كما لو كانت السجن الذي تعيش فيه سجن صنعت جزءا كبيرا منه بنفسك سجن أنت صنعت جزء كبير منه بنفسك حتى يعني كان بيقول بعض الكلمات اللي وبيقول يعني على سبيل المثال الخوف من أنه أنا حقصر فلوس الخوف من أنه الناس ممكن تقول علي لو أنه أنا ما نجحت والله لو أنه مثلا ضيعت طاقتي ومجهودي والله لو أنه أنا مثلا عملت الموضوع ده وما وصلت النتائج كما أنا أتمنى كل كلمة دائما إحنا بنقولها زي ما يقولوا أعتبرها وكل خوف كأنه قضيب من قطبان هذا السجن عارف لما نكون السجن وفي مجموعة من القطبان إحنا اللي بنبني هذه القطبان بأنفسنا فسجن إحنا بنيناه بذواتنا إحنا بنيناه يعني بإيدنا وإحنا اللي كنا متحكمين فيه في وقت كبير جداً موسيقى موسيقى موسيقى